تحية طيبة متابعي راديو الثورة أتلفت المديرية العامة للتجارة والتموين كمية كبيرة من ظروف حليب النيدو المزور وذلك بعد أن ضبطت عملية التزوير بأحد المنازل في مدينة إدلب فتابعونا في هذا الاستطلاع لنسمع آراء الأهالي شو رأيك بالتموين ودورا بالأسواق؟ والله لازم يكون تواجد التموين أكتر وأكتر بهاي الماكن هاي والحمد لله رب العالمين الناس مرتاحة كتير لوجودوا التموين لأنه بتعرف دعاف النفوس ما يزالوا بيناتنا والله دور التموين دور أنا قرأي فعال وضروري يكون موجود في الأسواق مشال متابعة أصحاب النفوس الضعيفة لأنه في ناس بتستغلها الأوقات هاي وبتستغل أنه مثلا المواد هاي ده اللي خلاص انتهت مدتها لازم يكون فيه رقابة بها السوق وخصوصي تبع الألبان والأجبان والمحلات الحليب يكثفوا الدوريات على هالناس هدول على كل المحلات يعني هذي هاي طلبي منهم يعني فيه يعني هلا أنا ماشي حالي بس فيه عالم يعني عاي فيه حالة ما عنده فرنك تاك نجيب خبز المواد مثلا نغيها صحيح الاستهلاك بسرعة أو خاصة مدتها شو لازم يعمل فيها؟ اتلاف ضروري يتم اتلافة هاي طبعا لازم تتلاف وتبثق اتلافة والصاحبة اللي جابة يكون مواقف جنبها أثناء التلاف مشان تعرفوا الناس أنه هذا الزلمي عقوبة إيليه أنه هذا عم يجيب مواد تعلي فيه إذا فيه مجال مثلا بعض المواد اللي ممكن نستفيد منها بشغلات تانية لا بأس بس ولكن إذا فيه ضرر للإنسان إن كان طفل أو شخص مثلا رجل امرأة كذا لا يجب اتلافة وبحضور اللي جان مختصة يعني هاي لازم يكون مصادرة يعني لازم ما تكون موجودة بالسوق نهائيا هاي يكون فيه رقابة عليها بشكل دايم والله بالنسبة للمواد إذا ما بتأثر مثل ما حكيت لك إذا ما تأثر مثل ما تأثر شهر أو شهرين ما بتأثر مثل السمنة على الزيت على كذا العلم ربا إذا بيوزعوها أو بكسروا سعرها أو بنص السعر ما ما يأثر هذه لازم يعاقبون أشهد العقوبات يعني للي عبي بيبيعوا هيك مواد بتهي مدتا يلازم يكون يعني كسافي أكتر من هيك الموجود عليه يعني يلازم يضل المراعب إذا متابعي راديو الثورة دور إيجابي كبير لفرق الرقابة التموينية في ضبط الغش ومحاربة ضعاف النفوس حسب أراء الأهالي وأخبار إتلاف المواد المضبوطة بالغش أو المخالفة أثنى عليه غالبية الأهالي هنا وهذا ما سمعناه منهم في هذا الاستطلاع لراديو الثورة محمد العثمان مدينة سرمدة ترجمة نانسي قنقر